على سيرة المظهر عمار ألا ما نحب نحكي على المظهر لأنه كما يقولوا الإنسان العاقل لا يحكم على الأشخاص من مظهرهم ولا نحكم على الكتاب من غلافه ولكن كين واحد المواقف ربما تعرضت له أنتا حبيب ولا تعرضت له أنتا أنه تتلاقى مع الناس ربما بسبب نيتهم ولا طيبة قلبهم يتعاملوا معك وكأنه أنت شيخ أو إمام هل عاشت هذا الناس؟ الصح يعطوك واحد لقدرة هكذا يعطوك واحد الاحترام لأنه إحنا في الجزائر يعني عكس دول أخرى ربما إحنا تربينا على أساس أنه الإنسان لما يكون ملتحي ولما يكون ملتزم شكلا إحنا تربينا على نوع من الاحترام المبالغ فيه مقارنةً ب احترام كثير لو كان رح نشري صندويتي ولا نشري يخلوك نتاللول ما زعمتكم الموسيقى يروح يطفيها رحان الله على حسب هذه تفاصيل جميلة يعني يخلوك في الكلام لا لا هذه حقيقة حقيقة عندنا في المجتمع ما زالهم وحبيب مقبل والله يوفقهم يعني إذا طفيه هطفيه على فاتر يعني مظهر هذا لا ينفع ولا يضر يعني وما يفيدش أصلا يعني لا هو إحنا عندنا في الجزائر إحنا نقوله كلمة أخينا تربينا يلي مليكونا صغار عندنا احترام مختلف للشخص لما يكون بمظهر المتدين إمام المسجد والحافظ القرآن احنا ينكر مواهى الإنسان لما يكون مثلا احنا نقوله كلمة أخينا في الجزائر لما يكون زعمة فايت قدامك لما تعيطش ما تزيدش للبوست ما تديرش أمور معينة لأننا تربينا في الثقافة أنه مش شرط نعرفو هذا الإنسان أسكو فعلا متدين ومجرد يكون بمظهر المتدين نحترموه بشكل مبالغ فيه الحمد لله يعني لكلنا زادة تربينا عليه الشياذيا يعني شعوب العربية كل يعني الإسلامية لكل الحمد لله يعني تربينا على قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس مننا من لم يحترم كبيرنا ويوقتك صليلا من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا الحمد لله تونس الحمد لله وكلنا نعرفوا اللي فيها تاريخ عظيم للدين الحمد لله من جامعة زيتونة من القيروان من اللي يتربى فيها يعني يعني عاشوا فيها الصحابة في القيروان وكان فيها يعني العلامة لإمام المالك التونسي ابن أبي زيد القيرواني الحمد لله اللي طوى يعني العلم يعني يدرس يعني باسمه الحمد لله يعني هذا خير يعني الحمد لله إحنا يشاع علينا باللي إحنا نحبه تونس بسبب البحر والتحواس والسياحة ولكن احنا ما نحبوش تونس غير بسكن نحبوش فيها حبو تونس لأنه عندنا بزاف أئمة كبار يعني وعلم أدين تخرجوا من جامعة زيتونة يعني في أرض ربي سبحانه كلها في كل بلاسة راهوا فم الخير وفم الشر فم البيهي فم الخايب وبالتبية الحال إذا رقينا في بلاسة الخايب عمرنا من عموه بالعكس نحكيه على الخايب هذك يعني على خاص طيب عمر حبيب الباي حكي على على واحد الفترة تعفاراغ عاشها هو قلب اللي هي استمرت ستة أشهر وحكي على مشكلة الريزق لما الإنسان يكونوا كي ما نقولو إحنا بتزيريات جيوبهم عن مرين يعني لبس به اللي كنت من طرقين ومباك فجأة لأنه تخلى على الأشياء اللي كان يديرها الأشياء التي لا ترضي الله يعني تصبح جيوبه فارغة وهذا الشيء بيني وبينك في قلب الإنسان لما يكون صغير ولا لما تكونش عنده تجربة كبيرة ولا لما يكون ما يكونش إيمانه قوي جدا ممكن يخليه يتردد في التوبة ولا يتردد في الخروج من العالم اللي كان يجيب له بزاف أموال سبحان الله أنا اليوم شفت آية ما وش صرا وكيف شرنا قاعدين وعودنا تلمينا وزيد الأخ حبيب جاء من تونس نحكي لكم القصة هذه حقا خلت في وحدة تونال تغلب عليها شوية الخوف هو الخوف من المستقبل سبحان الله كلما يجيني الشيطان في ودني كلما نذكر حلوة الإيمان ديامات اللي كنت فيهم ما يقول لك طايع ربي طايع الوالدين مع ربي وشد فيه سبحان الله طايع والدات الوالدة ديالك الوالدة تاعي الحاجة اللي تقربني ربي زيد تعاود تغلبني على الشيطان وغير نعاود ننتيق في الله سبحانه وتعالى ونجدد لإيمان تاعي يا ربي يدلي معجزة سبحان الله تم يدلي معجز يسخر لي إنسان يسخر لي عبد يعيط لي فلان ما تسناهمش ما تكونش عندي ثانيك زوجة تاعي الله يحفظها ثانيك ستاند كبير الأم تاعي تدعيلي زوجة تاعي تقول لي ما ربي كاين تقول كاين أمور سبحان الله كلما الشيطان يجي بعدني على الله سبحانه وتعالى كلما الله سبحانه وتعالى زيد يد يعطيني القوة والإيمان ويبعث لي آيات الله أنا كنت رايح البارز البارح باش روح نخدم ربي ثانيك عباد نقولها أمام ناس قاع عباد سخرهم للله وندعي لهم ورام على بالهم شكون نصيب من المال باش نبدأ نخدم نطلع منها بد سبحان الله عشيت البي تاعي بدلتو وعشيت هنا وراني معا وكنت متردد بصحة نقول لا لا وش جاب ربي ينتقل على الله أنا ربي لي ومسخل لي طريق هادينا مشي في طريقة ربي يتوكل على الله